هي أكثر مناطق تعز أهلة بسكان يتوزع أبناؤها على مختلف محافظات جمهورية وحين تحتاج إليهم محافظة ماء خاصة إذا كانت مدينتهم تعز يقدمون هكذا أفواجا لمد يد المساعدة حين تغيبوا من سواهم مدينة التربة تحتضن حاليا العديد من النازحين الهاربين من حرب الميليشيا فتحت المنازل وحتى المدارس لاستقبالهم لكن المعاناة لم تتخلى عنهم شحة المواد الإغاثية القادمة من المنظمات الإنسانية وغيابها أصلا جعلتهم يكتفون فقط بمساعدات ضائلة من مبادرات شبابية من أبناء التربة الحريصين على إغاثتهم ولو بالقليل يكتفي النازحون هنا بالتمسك بحقهم بالعيش فقط بينما تتحدث عيون أطفالهم عن كمية المآسي المضاعفة التي يعيشونها في تناقض يجمع ما بين معاناتهم ومصارعتهم الموتى في هذه الأماكن غير الصالحة للعيش طويلا وإن كانت الظروف حاليا تجبرهم على التعايش معها مستشفيات التربة هي الأخرى تستقبل كل يوم تقريبا العديد من الجرح القادمين إليها من مناطق الحرب ورغم ضعف إمكانيتها تعالجهم بالقليل أيضا لا يختلف حال النازحين كثيرا عن معاناة من يعيشون في القصف والحصار في التعز لكنها تبقى مؤقتا أفضل بعيدا عن القذائف والرصاص ترجمة نانسي قنقر